اشتركوا في القناة لكن خطورة هذا الكلب تكمن في طريقة تربيته بحيث انه اذا تم تربيته على الشراسة فسيكون طبعه شرسا جدا خصوصا مع حجمه الضخم الذي يساعده كثيرا من غير المعروف عن هذا الكلب انه يهاجم الانسان كثيرا لكن مع ذلك فقد تسبب في بعض الوفية حول العالم في المركز التاسع كلب البوكسر كلب يعرف عنه انه عنيد جدا كما انه يملك عضة قوية جدا وقاتلة تعود اسلافه الى تهجين سلالة الماستف الالمانية والبولدوغ الانجليزية تم استخدام هذا الكلب عبر التاريخ في الحراسة والصيدة وحتى في رعي المواشي ويبقى هذا الكلب من اقوى واختر الكلاب خصوصا للحراسة بحيث يعرف عنه كثرة النباح وقوة جسمانية التي لا يستهان بها في المركز الثامن كلب الهاسكي الهاسكي السيبيري او الهاسكي هو كلب شارس جدا معروف عنه القوة الكبيرة جدا التي تميزه عن باقي الكلاب الشارسة الاخرى كما يمتنز بقدرته على التحمل خصوصا في ظروف شديثة البلودة والشيء الذي يجعل منه اخطر الكلاب في العالم هو انه مسؤول عن وفيات كبيرة جدا منقارنة بالكلاب الاخرى كلب بول ماستيف كلب ضخم جدا يستخدم في العادة من اجل الحراسة يعرف عن هذا الكلب مزاجه العدواني بشكله الطبيعي كما انه مستعد على القيام باي شيء من اجل حماية صاحبه وحتى اذا تطلب منه الامر افتراز الضحية يمتلك عضلات قوية جدا تمنحه مظهر مخيف يتسبب هذا الكلب في وفيات عديدة خصوصا بين الاطفال في المركز السادس كلب موملوت الاسكي احد اقوى سلالات الكلاب في العالم تمتز بحجمها الضخم جدا وقوة التحمل في الغالب يكون من الصعب التفرق بين كلاب الاسكي وموملوت الاسكي بسبب الشبه الكبير بينهما لكن الشيء الذي يميز كلاب موملوت الاسكي هو حجمها وعضتها القوية جدا والشرصة بشكل فطري الغريب حول هذه الكلاب هي انها عدوانية بشكل كبير جدا خصوصا مع الحيوانات الصغيرة في المركز الخامس كلب الدوبرمان تعتبر كلاب الدوبرمان من اكثر انواع الكلاب الالفة شيوعا بسبب ذكائها العالي والنشاط وايضا الولاء لصاحبها تستخدم على نطاق واسع للحراسة الشيء الذي يميزها هو الولاء حيث انها تقوم باي شيء من اجل حماية اسيادها من الخطر تعتبر احد اكثر الكلاب من ناحية تسبب في الوفيات وتكون معظم تلك الوفيات هي من الدفاع عن صاحبها في المركز الرابع كلب الرعي القوقازية كلب الرعي القوقازية المعروف باسماء اخرى مثل اوف تشاركا او كلب الجبال القوقازية يعتبرها البعض على انها لا قوى في العالم بدون منزع لاسباب عادية منها حجمها الضخم جدا وبالاضافة الى ذلك فهي ذو نزعة هجومية شرسة يمكنها ان تقتل حتى الموت اذا تعرض صاحبها الى اي نوع من الخطر كما ان هذا النوع يعتبر من اكثر الكلاب التي يصعب تدريبها والتعامل معها كما انه رغم انه قد يحمي سيده الا انه لن يعامله كسيد بحيث انه لا يحب ان يكون له سيد او ان يعامله شخص على انه اكبر منها يحب فرض سيطرتها ولن يرضخ لأحد الا في الحالات النادرة جدا في المركز الثالث كلب الراعي الالماني كلب الراعي الالماني او الجيرمان شيبرد والمعروفة ايضا باسم الكلاب البوليسية يتم استعماله في كثير من المجالات بسبب ذكائها العالي واخلاصه لصاحبها كما انه كلب يعرف عنه سهلة تدريبه على الطاعة لصاحبها الشيء الذي يميز هذا الكلب هو شكله المتناسق والرياضي يمتلك حصة شم قوية جدا يصلح لجميع المهام والاعمال كما انه يمتلك عظة قوية جدا تبلغ قوتها 107.95 كيلو جرام وهو الامر الذي يجعله احد اخطر الكلاب في العالم في المركز الثاني كلب الروتويلر يعتبر كلب الروتويلر احد اقوى كلاب العالم بدون منازع بطبيعته كلب هادئ واثق جدا من نفسه وشارس جدا يعرف عنها الشرسة خصوصا عند تعرض صاحبها للخطر تستعمل في العادة من اجل الحراسة الامر الذي يجعلها احد اقوى الكلاب في العالم هو انه مسئول عن وفيات كبيرة جدا مقارنة مع الكلاب الاخرى كما انه يستطيع التغلو تقريبا على جميع انواع الكلاب بسبب قوتها وحجمها الضغم التي يساعدها على القتال في المركز الاول كلب البيتبول لا يختلف اثنان على ان البيتبول هو اقوى انواع الكلاب في العالم بسبب الشرسة والقوة والعضوانية الشديدة التي يتميز بها كما انه يعرف عنه انه عند الامساك بشيء فهو لن يفلته مهما حدث اي انه عند الامساك بالضحية فهو لن يقوم بافلته حتى وان تعرض للضرب وبحسب الاحصائيات فان كلب البيتبول هو اكثر كلب يتسبب في الوفيات حول العالم واغلب تلك الهجمات تكون من غير مبرر اي انها تحب الهجوم مهما كانت الظروف حتى العديد من البلدان في جميع انحاء العالم قامت بحضر تربية هذا الصنف من الكلاب الذي يعتبر اخطار كلاب العالم بدون منازع بعد المشاهدة في نظرك من هو الكلب الذي يستحق لقب اخطار كلاب في العالم في الاخير لا تنسى الاشتراك في قناة اعرف لمشاهدة المزيد كل يوم كما يمكنك ايضا مشاهدة الفيديوهات السابقة على القناة في امان الله